النهاردة بنتكلم عن أمراض سوق التغذية الخاصة بالأطفال وحنبدأها بالأنيميا بناء على إحدى مشاهدتنا اللي مبارح بعد السؤال والحقيقة يعني أنا خفت على البنتها وحاسيت إن إحنا لأ حلو إن إحنا نعمل الحلقة النهاردة ليها ولكل الأطفال اللي بيعانوا من الأنيميا مش عايزين نستهتر بيها وفي نفس الوقت مش عايزين هتوصلنا الحالة من الهلع والرقاب إزاي نتعلم المعلومات المفيدة وإزاي نعرف نتعامل مع أولادنا وأمراض اللي بيصاب بيها أولادنا وربنا يعافي الجميع ويعفو عن الجميع اسمحولي أرحب دكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب الأطفال وحديثي الأولادة سلام عليكم يا دكتور بداية قبل موضوع حلقتنا دكتور بيحب يختبرني في أول كل حلقة كده ما عرفش ما إن أنا فنون جميلة أنا ما ليش علاقة بالطب لا وصورة كمان لطيفة صورة بحب الصور المرعبة صورة مرعبة يا حبيبي يا بني المراز مص هو مرض من أمراض سوء التغذية عند الأطفال تحت خمس سنين ده بيبقى نقص بروتين ولا كاربوهيدريتس ولا لتنين مع بعض أنا عرف منين يا دكتور حرم عليك والله لاختبارات دي أنا عرف منين ده الولد عين خاص ده عايزي روح لمستشف صح؟ حلو جدا حلو جدا عشان نكمل في الحتة دي كويس طب ده نقص عيبقوا لتنين بقى شفت بقى؟ إجابة فقط؟ لا غلط غلط لا الإجابة البروتين البروتينز بس ناناصي بروتينز الكاربوهيدريتس بيبقى حاجة تانية اسمها كواشيركور وممكن يبقى ميكس للتنين مع بعض ده مرض من أمراض سوء التغذية عايزين نقول في أمراض كتير بتعمل سوء التغذية دولة نحفظهم بعد إذنكم أمراض كتير بتعمل سوء التغذية وسوء التغذية بيعمل أمراض كتير نحفظها؟ حلقة مفرغة يعني بصبت أنا عندي طفل عنده أنيميا حتك سألت أنيميا وداخد علاج وفيتامينات وما بيتحسنش يدور السبب عنده أنكليستوما في بطنه ما هتاكل كل أكله عامل زي يكون إربة مخرومة زي ما سموها في البلد كده إربة مخرومة انت عملت الدين ما فيش غزة بيمتص طب عنده مرض السلياكتزيز عدم انتصاص حسيت الأمر ده سوق تغزية برد طب هو عمال يأخذ ويأخذ فيتامينات ويأخذ ده وهو بيصرب ما فيش أصلا الخملات اللي بتمتص مش موجودة أو بتسميها متلايفة في عماني وفيه أمراض مثلا زي طفل عنده مشكلة في الكلة ما بيمتصش فيتامين دال فيحصل له نقص فيتامين دال ونقص كالسيوم واللين العظام هو مرض سبب سوق تغزية والمرض وسوق التغزية يسبب أمراض زي المرض مثلا إحنا قلناه مثلا زي لين العظام طب خلينا سألك سؤال أكتر عشان نفهم سوق التغزية معناها إن إحنا بنأكل ولدنا أكل تغزية سيئة فعشان كده جالوا مرض سوق التغزية ولا سوق التغزية دي ملهاش علاقة بأن أنا بأكله إيه هي لها علاقة بأن أكله إيه يعني مثلا طفل ما بيأكلش غير نشويات هيدخل في سوق تغزية هو بيأكل بيأكل كويس ونشاطه كويس ودايما بنقول إيه بس بيأكل أكل سيئ فجالوا سوق تغزية بصلا إحنا بنسميها إيه هو خطأ في التغزية خطأ هذه أول خطوة تاني خطوة يدخلنا لحاجة اسمه جروث فاليور يعني ما بيكبرش ما بينموش هو بيدخل في مرض من أمراض سوق تغزية سواء المرض مزء الكويسيركور أو لين العظام أو الأنيميا يبقى خطأ توقف النمو وده فائدة المتابعة توقف النمو توقف النمو يدخلنا في أمراض سوق تغزية